أكبر سبب من أسباب ظلمة الوجه وضيق الصدر وانقطاع الرزق وقلة الحال حقيقة أخي الحبيب هنا نصائح قرآنية ونبوية للتخلص من الوضع الذي تشعر فيه اكتئاب أهم لا تنجز شيئا تأتيني أسئلة كثيرة أنا لا أستطيع أن أقوم بأي عمل لا يوجد ما يحركني لهذا العمل لا يوجد ما يحفزني لهذا العمل ما هي المشكلة أنا من خلال هذا المقطع القصير أحب أن أتأمل معك الأسباب الحقيقية أولا نبينا عليه الصلاة والسلام صنع أم عظيمة كان سببا في هداية 2 مليار مسلم اليوم وهو رجل واحد لم يكن ييأس لم يكن يحزن على أمر من أمور الدنيا كان حزنه على الناس يريد لهم الخير يريد لهم الهداية طب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام حقق كل هذه الإنجازات بينما نحن مسؤولياتنا صغيرة جدا ضئيلة جدا ونفشل في إنجازها أو تحقيقها أول شيء أخي الحبيب التوكل على الله ثم التوكل على الله ثم التوكل على الله والله هذه كارثة عظيمة بسبب الإعلام الغربي بسبب وسائل التواصل اليوم بسبب ما يضخه الملحدون والعلمانيون بسبب تخويف الشيطان لنا من المستقبل من الأزمات يا أخي لماذا تخاف أنت نهايتك الموت ثم لقاء الله سبحانه وتعالى طب لماذا أنت خائف؟ يعني أنا أعجب من إنسان أمامه لقاء الله أجمل لقاء يمكن أن أجمل يوم في حياتك ليس في الدنيا وليس في حياتك هذه بل في الحياة التي بعد الموت الحياة الحقيقية التي تبدأ بعد الموت هو لقاء الله أجمل يوم هو لقاء الله أيها الأحبة طيب لماذا نخاف من الموت نهرب من الموت لماذا نخشى الموت؟ لماذا ركبتنا الهموم؟ لماذا أصبح وجهنا مظلما؟ الابتسامة فقدناها للأسف الهموم تراكمت علينا أصبح أحدنا معطلا مكبلا لا يستطيع أن يفعل أي شيء لماذا أخي الحبيب؟ السبب ببساطة أننا فقدنا الإحساس بوجود الله بقربنا لأن الله عز وجل رحيم كريم حليم غفور تواب حفيظ إله رؤوف بعباده الله لطيف بعباده فقدنا الإحساس بوجود الله بقربنا فاقترب مننا الشيطان فعندما اقترب مننا الشيطان فقدنا التوكل على الله في أعمالنا أصبحنا نتوكل على فلان وفلان وحسابات في الدماغ ماذا سأفعل غدا؟ كيف سأعيش؟ ماذا لو قل رزقي؟ ماذا ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا أنه من بات آمنا في سربه في بيته في قبيلته في بلده آمن معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرية قوت يوم واحد فقط نحن الآن نحسب بعد خمسين سنة ما الذي سيحدث؟ بعد عشرين سنة ماذا سيفعل الأولاد؟ يا أخي قوت يوم واحد يعني النبي أشار من خلال هذا الحديث أنك أيها الإنسان فكر بيوم فقط لا تترك تفكيرك يذهب بعيدا الشيطان يريد أن يخوف كيف يخوفك الشيطان؟ أنت إذا اعتبرت أنك كل يوم تعيشه آمنا معافا لديك طعام هذا اليوم أنت ملكت الدنيا كلها قمة الإطمئنان والأمان والقوة والسعادة أن تفكر كما فكر النبي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذه قوة التوكل على الله أخي الحبيب أن تكون متوكلا على الله أنا لا أدري ما الذي يحدث في الغد يعني غدا أنا لا أعلم ما الذي سيحدث فكيف أفكر بي سنوات وأشهر قادمة لا ربما يكون لقاء الله غدا أن يجب أن يكون مستعدا كل يوم تصور لو أن مسؤول كبير ملك من ملوك الأرض اتصل بك وقال أنا من يعني في أي لحظة يمكن أن آتي لزيارتك في أي لحظة يمكن أن تأتي لمقابلتي كل يوم تفكر اليوم غدا متى سألقى هذا الملك متى سيحقق أمنياتي ماذا سأقول له يصبح تفكير تفكيرك كله منشغلا بماذا بلقاء الملك وهذا إنسان مثلك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا لا يملك لا موتا ولا حياة ولا نشورة ولا يملك لك أي شيء ولا يملك أن يطيل عمرك ثانية واحدة رغم ذلك تنشغل وتفكر كل يوم ماذا سأطلب منه ماذا سأقول له ماذا 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 طيب أنت على موعد مع الله عز وجل لماذا تفكر بضيق الرزق قضية لا تستحق أخي الحبيب الرزق ضمنه الله لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ولو أن أحدكم فر من رزقه لأدركه كما يدركه أجله كما أنك أيها الإنسان لا تستطيع أن تهرب من الموت كذلك لا تستطيع أن تهرب من الرزق لأنه مكتوب قبل أن تخلق مكتوب وبالتالي لن تأخذ زيادة في الرزق إذا ركضت أكثر ولن ينقص إذا جلست نتيجة واحدة ولكن غريزة السعي موجودة لدى كل الناس الفرق أن تتوكل على الله ستلاحظ الفرق بشكل كبير لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد أيضا أو أشار إلينا يعني أنظر أيها الإنسان كيف يرزق الله الطيور طيور يرزقه الله بالمليارات أعداد الطيور أعدادها أكبر من البشر كلها يرزقها الله عز وجل طيب أينسى عبدا يقول لا إله إلا الله هذا الإله العظيم ينساك فقضية الرزق قضية تافهة جدا وثنوية المهم أن تتوكل على الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المدين إذن الله هو الرزاق ولكن بشرط أن تتوكل عليه الله تعالى يقول وعلى الله فليتوكل من المؤمنون إذن الإيمان وتقوية الإيمان وسيلة للتوكل على الله طيب يقول قائل كيف أتوكل على الله نقول له بكل بساطة زد إيمانك بالله اعرف من هو الله كيف تتوكل على على خالق لا تعلم عنه شيئا كلما زادت معرفتك بالله عز وجل كلما يعني ازددت معرفة بصفات الله وقدرة الله وجلال الله وعظمة الله تزداد توكلا عليه يزداد علمك بضعفك وضعف البشر فلا تترك هذا الخالق وتتوكل على إنسان ضعيف مثلك ربما يموت قبل أن يقضي حاجتك ولكن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى لذلك قضية التوكل على الله أخي الحبيب قال الله فيها وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ مَذَا حَسْبُهُ يَكْفِيه يعني عندما يتكلم إنسان وتقول له حسبك يعني يكفي ف وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ يعني يكفيه هذه أين وردت قال تعالى وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَهُ يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر كل شيء بقدر لا تيأس والله لو توكلت على الله حق التوكل لرزقك كما يرزق الطيور يأتيك الرزق من حيث لا يحتسب وهذا عن تجربة شخصية أيها الأحبة ولكن للأسف يقول لك إنسان أنا دعوت طيب أنت لسانك يتحرك ولكن قلبك أين دماغك مع من أنت لسان يتحرك ليس له أي قيمة مثل ملحد يقول لا إله إلا الله ولا تؤثر مثل فرعون عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ولا شيء القلب هو الذي يجب أن يتحدث قلبك يجب أن يقول توكلت على الله قلبك يجب أن يقول حس بي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لذلك أخي الحبيب قضية التوكل على الله تحل جزء كبير من مشاكلك يعني أنظر عندما يذكر الرزق يذكر معه التوكل عندما يذكر تولي الناس عنك يذكر معه التوكل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا إذا تركك الناس إذا غدر بك الناس إذا خذلك الناس إذا اتصلت مع فلان لقضاء حاجة لا يرد عليك إذا حاولت أن لا أحد يسمعك فإن تولوا فقل حس بي الله الله يكفيني لا إله إلا هو هو الإله الخالق يعني هؤلاء كلهم لا شيء عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته